فكرة تجسد اليوم رح نحكي عن التجسد رب يسوع تجسد وشاغلني كثير هذا الأمر أنه الرب تجسد على هذا الأرض لهذا اختريت عنواننا فكرة تجسد ينتج أعظم سلوك فكرة تجسد ينتج أعظم سلوك الرب يسوع المسيح اللي تجسد واجه على هذه الأرض لما أنا أفكر وأتبنى هذا الموضوع يوجد أمور كثيرة رح تتغير بحياتي ورح أثبت لكم اليوم كيف يكون هذا الأمر رح أخذ مقطع من فيليب بي ثنين المقطع جميل وصعب بنفس الوقت فيليب بي ثنين من العدد واحد إلى العدد داعش نقرأ مع بعضنا البعض فإن كان وعظ ما في المسيح إن كانت تسلية ما للمحبة إن كانت شركة ما في الروح إن كانت أحشاء ورأفة فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئا واحدا لا شيء بتحزب أو بعجب بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوء أيضا الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه أخذ صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه إسما فوق كل إسم لكي تجتوا باسم يسوع كل ركبة مما في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب هاللويا مبارك اسم يسوع فكرة التجسد الكتاب والعهد الجديد يسمي التجسد سر بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد يا جماعة فكرة التجسد إذا نأخذوا ونتبننا على حياتنا رح يغنينا بطرق عديدة أريد أثبت لكم إحنا ما أكبرنا سامعين بأله نعرف الله خايفين الله الناس تروحوا وتعبد الله لا 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 إلهنا الله مالتنا مختلف تماما عن الآلهة الأخرى كيف يقول يحنى الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رأيناه وشاهدته عيوننا يتكلم يحنق ولمسته أيدينا من استطاع من كل الأديان الأخرى أن يلمس الله أن يأكل مع الله أن يتكلم مع الله إلا بتجسد يسوع المسيح أصبح الله من الممكن أن نأخذ نعطي معاه إذن إلهنا مختلف عن الآلهة الأخرى إلهنا ملموس إلهنا نستطيع أن نأخذ ونعطي معاه نسمع العالم واتصح لا لا تكفر الله أكبر الله أكبر من أن نفكر إيه لكن الله تجسد آخذا صورة عبد إلهنا مختلف تماما يا جماعة لمسته أيدينا اختبرنا أنا عشت في عائلة مسيحية لكن ما عندي علاقة تجسد يسوع المسيح فكرة تجسد ما كانت ما أخذه يوم اللي أخذته سنة الواحد وتسعين سلوكي تغير سلوكي تغير حياتي تغيرت أفكاري تغيرت لأن أنا تبنيت هذا الفكر هذا التجسد دخل إلى حياتي وغير إذن كيف أنا أفكر سوف يكون سلوكي إذا أتبنى فكر التجسد سيتغير سلوكي لهذا السبب لو نلاحظ المقطع ركز كثير فكروا افتكروا من له الفكر فكر 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 كيف أنا أفكر كيف أنا أسلك طبيعة سلوكي بالحياة هو مترجم عن طبيعة أفكاري كيف أنا أفكر كيف أنا أسلك تعرفون في نظرية قريتها بهالأسبوع 99% من أغنى أغنياء العالم هما أصبحوا أغنياء ليس لأنهم ورثوا بسبب طريقة تفكيرهم وكيف أنا أصبح غني في المسيح وأسلوبي يكون غني في المسيح بسبب طريقة تفكيري أتبنى فكرة التجسد فكرة التجسد ستقولوني ما هو أنا حابب أثير الفضول شوية عندكم في فكر التجسد يقول فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا يعني فكرة التجسد ستعطي فرح قال بولس فرحوني أريد أشوف فكرة التجسد عندكم عملت أنا مثل درجات عن فكرة التجسد سبع درجات بما أنه الكمال هو سبع عدد الكمال سبع درجات كل ما ناخذ درجة كل ما نطلع في أسلوب ورقي وسلوك في حياتنا أعظم من ذي قبل أول شي يسوع يتنازل أول سلمة إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله يعني شنو يا رب ليش ذكرت هذا المقطع خلسة جاية من اختلاص واحد يختلص أو أمر غير قانوني غير شرعي يعني عدالة الله هنا لم تكن عن طريق الاختلاص أو طريق غير شرعي فيسوع في جوهره هو الله هو الله يعني ما اختلص هذا الأمر لا هو الله من البداية وإلى نايا مثل ما قالت قبل شوية أخذ نادية كل شيء له بداية كيف بدى الله الله أو يسوع المسيح لم يكن له بداية يعني أزلي ولم يكن له نهاية يعني أبدي اختصرناها بكلمة سرمدي سرمدي يعني ليس له بداية وليس له نهاية عدالة الله ما أخذها عن طرق غير شرعية لم يحسب أن كونه معادلاً لله هو معادل لله لكن بصراحة ما استغل هذا الأمر يسوع المسيح لنفسه لكن تنازل عنه واستغل لنا إحنا فقط لو تلاحظوا الألوهية يسوع المسيح ما استخدمها النفس هو على الأرض نازل عنها لمن لنا قال هذا السلطان هذه الهيبة هذا الأمر أنا لكم رح أستخدمه هو أشبع الجياع لكن ما وكل نفسه هو خلص آخرين لكن ما خلص نفسه هو أقام كثيرين من الموت لكن ما نزل من على الصليب كل السلطان الإلهي استخدموا للإنسان ما استخدموا نفسه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد لمن وصف تنازل عن أمجاده تنازل عن غناه الإلهي افتقر تنازل عن امتيازاته بإرادته تعرفون حتى تنازل عن أمور عظيمة لمن يقول مكتوب الإبن لا يستطيع أن يفعل شيء من ذاته لماذا؟ لأنه تنازل عن إرادته صار تحت إرادة الآب بينما لمن كان هو بالسماء كان الأمر مختلف حد نفسه صار يجوع وصار يعتش وصار يتألم وصار حد نفسه وصار بشر لمن وصف في عبرانيين يقول وعن الأبن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور رغم هذا السلطان تنازل عن حقوقه تعرفون يوجد دراسة قريتها في أمريكا كل مهندس يقابله تسع محامين عكس تماماً في اليابان كل تسع مهندسين محامي تعرفون ما هو السبب؟ لأن الناس أريد حقي بطلت تروح شغلها تروح محاكم الطالبة بحقوقها ناس تشتكي على ناس بالدول الغربية هكذا أصبحت ناس تشتكي على ناس نحن بالعراق يوقع تنكسر رجلة حلقة مخيط ولا يروح ولا يشتكي هنا أنا دعي قليل يصير أقوم محامين وأشتكي وأريد حقوقي وأريد حقوقي وأني وين حقي وأنا 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 أصبحنا في عالم يريد حقوقه لكن لما نتنازل الرب يسوع المسيح تنازل عن حقوق الإلهية لا بل وهبنا ياها تنازل عن سمع تنهان انظره بنتفل بوجهه مو مشكلة أنا الله مو مشكلة المهم أنا أخدم الناس أول صفة من صفاته هو تنازل من أجلنا الدرجة الثانية آخذن صورة عبد هنا لما ندعو خادم ونسوي له إعلانات قبلها بسبوعين ثلاثة وهذا الأخ يتمنى ينزل ببيته وهذا الأخ يتمنى ينزل ببيته ونريد نعزم عدنا على العشاء ونريد نعزم عدنا على الغداء وخادم لي يسوع وخادم لي يسوع أخذنا صورة للخادم كبيرة لكن الرب لما نزلها شوي يغير بالأحرب خدام كان المسيح من أجل كان خدام وحب يورينا بأنه هو خدام أخذ أوطأ الأعمال ويعني أصخرها وأقذرها هو عملها إذ أحب خاصته إلى المنتهى قام عن العشاء وأخذ من شفة واتذر وغسى الأرجل التلاميذ والسبب ليش دا تسمي نفسك خدام وليش دا تصرف كخدام وانت الله لأني أحبكم فقط لأني أحبكم أنا جسدت لأني أحبكم وخدام صغير لكم لأني أحبكم وغسل لكم رجليكم لأني أحبكم هذا هو التجسد كثيرين نشوف خدام يخدمون الناس لكن فرق لمن يخدمون الناس بمحبه ليش يسوع غسى الأرجل التلاميذ لأني أحب لأن أحب يقول أحب خاصته إلى المنتهى إذ قام على العشاء واتذر وغسى الأرجل التلاميذ يعني سبب أنه غسى رجليهم وقعد يام رجليهم يحبهم لمن رح يتجسد يسوع بحياتي رحبدي أعيش وأحب الآخرين وكون خدام للآخرين لأني أحبهم رب ينطينا باسم يسوع يعطينا هاي روح الخدمة باسم يسوع تطلعون من هذا المكان مزروعين هذا التجسد اللي نخدم بعضنا البعض بمحبة بمحبة بعدين الدرجة البعدها يقول صائراً في شبه الناس صار خطية لأجلنا تحمل القصاص لأجلنا يقول اشترك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً فيهما طيب ليش يا رب تشترك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت هو أخذ هذا الموضوع على عاتقه تعرفون الجيل الجديد شوية تسمحوا لي بهذا المثل شوية هو غير جيد لكن الثيمة لهذا المثل الجوهر يعطي اللي الرب عمله بالسبعينات قصة أخذتها من أحد القصص شارك فيها بالسبعينات ما كانت المواقع الإباحية على الانترنت كان الموجود هو مجلات فكانوا يداولون الشباب والشابات المجلات الخلاعية بينهم وبيوم من الأيام اجتماع نهضة للشبيبة قام القسيس قال اليوم نريد ندوس على إبليس اللي عنده مجلات خلاعية يجيبها المسا ورح نحرقها مع بعضنا البعض والكل متشجعين أنه رح يحرقون المجلات الخلاعية إلا واحد كان نستحي كثير قال له أنا صديقه لمن رح أطلع وبيدي المجلة كل رح يعرف ببيدي المجلة انفضحت قال له صديقه أنا أخذ المجلة عنك وأنا أحرقها المهم تاخذ الموقف اليوم والتوب عن هذا الأمر وأخذ صديقه المجلة وهي ليس مجلته ورح حرقها هل مستعدين نحن ورح نضحي بسمعتنا من أجل الآخر هكذا فعل الرب يسوع المسيح تنازل وصار على صليب العار من أجلنا نحن مع العلم هو ما عنده عار هو الله هو اللي كلتنا نحتفل بميلاده في هذا الشهر كل الموارات مليانة بالأشجار الكريسمس وبالزينة بس السبب حتى هسا قاموا يخافون يقولون ميري كريسمس ميري إكسماس حتى لا يجيبون سيرة كريست لكن هو السبب بهذه احتفالاتنا التجسد صائرا في شبه الناس وأذ وجد في الهيئة كإنسان خصص نفسه خصص جسده علما للبشرية حتى يفدينا لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا ليش هيأت لي جسدا حتى يكون هذا الجسد اللي إخذ صورة الإنسان رح يفدي البشرية ويموت من أجل الإنسان طيب ما هو دورنا هو خصص جسده وإلنا إحنا ماذا يجب أن نفعل نخصص جسدنا له اليوم الرب ما يريد أموالك ما يريد ترانيمك ما يريد صلواتك يريد جسدك اليوم هل مستعد بهذا الشهر في شهر الاثنعاش شهر التجسد وتقول يا رب أنا أنذر اليوم جسدي إلك بروميا توقعت ستقرأ للعدد أخوة نادية يقول فأطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أموالكم أجسادكم برافو أنا ما أريد من أجدكم شي سوى أجسادكم أنا متت من أجلكم أنا انذليت من أجلكم أنا انهانيت من أجلكم أنا اليوم اللي أريد برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مرضية أجسادكم رب طالب أجسادنا بعدين الدرجة يا درجة وصلنا برافو بدل أن يعطينا أمور عن الخضوع قال وضع نفسه وأطاع طيب ليش ليش وضع نفسه وأطاع ليش وضع ليش ما قال خضع لأن أنا ممكن أخضع لك بس بقلبي أنا متمرد عليك أنا ممكن أطيعك بس أنا ما راضي ولا موافق لكن عندما يكون اتضاع في قلبي أنا أطيع وليس أخضع فرق عندما المرأة تخضع لرجلها أو اطيع بمحبة بتواضع وبالعكس أيضا وضع نفسه وأطاع ممكن أطيع الرب لكن الرب يقول أريد أشوف اتضاع قلبك الخضوع موقف قلبي يا جماعة والطاعة إداء فعلي ممكن مرات كثيرة أنا أخضع بس أنا ما عندي اتضاع مرات تعمي عيوننا أمور عديدة في هذه الحياة تجعلنا متعصبين أو متكبرين مرات كثيرة التدين يجعلنا متكبرين أو متعصبين مرات المعرفة تجعلنا متكبرين أو متعصبين مرات الغنى تجعلنا متكبرين أو متعصبين يقول العلم ينفخ لكن الرب يريد يكون عندنا تواضع وضع نفسه وأطاع الدرجة السادسة أطاع حتى الموت أنا دائما أحكيها كثير الشباب خصوصا العراقيين من يتغزل بحبيبته يقولها أموت عليك يعني أموت عليك بس هو ما مات يمكن إذا هي تموت يتزوج بعد كم سنة أو سنة هو ما مات لكن المسيح من قال أنا أموت من أجلكم مات قال ونفذ أطاع حتى الموت بالمصري بأموت فيك مزبوط باللبناني بأموت فيك بأموت فيك كمان هو أطاع حتى الموت الدرجة السابعة والأخيرة موت الصليب موت الصليب كمخرج سابق من أشوف أفلام المسيح دائما يركزون بالموت على آلام الجسد آخر فيلم طلع كان ذا باشن أنا شفته صرفوا كثير علب كتشب على الممثل على أساس أنه دم كثير حاولوا يبينون الآلام الجسدية الآلام الجسدية مربية الرب يسوع المسيح لكن آلام النفسية اللي بالداخل كانت عظيمة كل خطاياك وخطاياك اللي مسويها بالظلمة تحملها الرب يسوع المسيح إدانة كانت غير قليلة على الرب يسوع المسيح حتى يشيل عاري وعارك على عود الصليب لذلك رفعه الله أيضاً وعطاه اسماً فوقه كل اسم لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة مما في السماء وعلى الأرض لهذا السبب نحن نصلي باسم يسوع لأن هذا الاسم ستجثوا أمامه تعرفون لما أجي أريد أعرف يسوع المسيح على الناس لما أحكي عنه أنا أحكي عن إنسان فعل وقال لما نقول هو بطل طيب وريني وين بطولته حبيبي بطولته على الصليب كانت بطولته أنه سلطانه الإله يستخدم إلنا وليس له شخصياً لما نقول الله محبة طيب وريني وين محبة يسوع محبة يسوع تجلت على عود الصليب محبة يسوع تجلت لما نتجسد على هذه الأرض لما نأخذ صورة عبد أخلى نفسه لما نقول إلهنا متواضع وريني وين إلهك متواضع قام على العشاء واتزر وغسى الأرجل التلاميذ ما استخدم لنفسه أبداً ميزاته الإلهية فكرة تجسد كثير مهم يا جماعة لما أنا أتبن فكرة تجسد الرب يسوع المسيح هذا الإله العظيم اللي أخذ صورة عبد وأطاع حتى الموت موت الصليب من أجلي لا يسعني إلا أن أنا أعيش مثله أن أتنازل مرات كثيرة عن حقوقي وحلقي مزدون وقول الله يحامي عني إذا الناس شوهت بسمعتي أقول يا رب أنا أشكرك أنت طلعوك ابن زنا أنت طلعوك كذا لكن أنت تحملت للنهاية وعلى عود الصليب علمتني كغسان درس أقول يا أبدا أغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون فكرة التجسد تخليني أتواضع فكرة التجسد تخليني مش بس أغسر رجلك أقبلها أيضا لأني أحب هذا يا جماعة يخلينا ما نزعل من أخوتنا وأخواتنا ما أظل مشغول آخ هذا أخسم معني هالكلمة آخ هذه الأخت قالت يا عم الناس الناس مشغولة بيسوع رح يجي يسوع على الأبواب خلونا نزين هاي العروس الجميلة شوفوا التعليقات للفيديوهات اللي البارحة نزلناها كثيرين أخوة وأخوات يقولون نتمنى نكون في وسطكم كل الأخوة الموجودين عندهم سلام أقولهم ثقوا سبب السلام هو رئيس السلام يسوع مبارك اسم يسوع مبارك اسم يسوع له كل المجل خلونا بهذه الروح روح الميلاد روح التجسد نقف مع بعضنا البعض ونبدأ نصلي نطلب من الرب إذا حقيقة الرب كلمك بنقطة من هالدرجات السبعة بدرجة من هالدرجات تطلبها اليوم على حياتك إن كان الاتضاع إن كان الموت إن كان التنازل إن كان المحبة أرجوك قولي للرب قول للرب الصفة اللي الرب لمس قلبك بها قل له يا رب أنا هذه هدية كريسمس أريدها اللي خليني أطبقها في حياتي انقصر صح نغلط صح لكن عام 2017 رب سترنا وخلصت على خير وسلامة بس قدامنا عام جديد عام مليان ببركات مضاعفة باسم يسوع تنباها على الجميع على بيت بيت وعلى أخ أخ وعلى أخه أخه في هذا المكان عام التعويضات انحرمت من ناس معينين الرب قادر يعوضك بناس أخوة معك في المسيح وأخوات يحبوك ويحبوك ويغسلون أرجلكم انجرحت ذكر حبيبك انجرح وشال عارك على الصليب أحد ألمك بكلام ما سيدك حكوا عنه وهو الله على الأقل إحنا خطات مرات نقول من إيدنا لكنه ما أعمل شي حتى من إيده أنا لا أعرف لكن اليوم الرب يقول لك يا فلان يا فلانة أنا جسدي اتألم من أجلك الرب اليوم يقول لك هل ممكن تهديني جسدك إذا رح تقول آمين أنت من اليوم ما مسؤول عن جسدك يجب أن ترعى الأمانة لأن انطيته بعد للرب ما مسموح أن تتصرف بجسدك من غير استشارة الرب ولا مسموح أن تهينين أو تهين الرب بجسدك إذا اليوم قررت أن تهدي جسدك للرب كون قد المسؤولية ما ممكن نهدي الهدية ونروح نرجعها عيب عيب تخيل تروح تبارك الناس وتهديهم هدية على بيتهم وبعد سبوعين تخلوا معطيني إياها مرات إحنا هكذا نفعل مع الله بعد ساعة ناخذ ونغشم بنفسنا أخذ موقف جاد اليوم وانذر جسدك للرب انذري جسدك للرب يستاهل يستاهل حبيبنا يسوع يا رب باركك وأشكرك من عماق القلب مكتوب عنك ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاكت تساق إلى الذبح ونعجة صامتة أمام جازية يا رب أعشقك أحبك من عماق قلبي اشكرك من أجل هذا التجسد حبك إلهي أحبك حبيبي بارك أخوتي وأخواتي في هذا المكان أنت يا رب تعرف اللي بالقلوب أنت فاحص القلوب والكلا كل أخوة وأخوة تعهدوك بأمر معين ثبتهم وباركهم وقويهم أن يلتزموا بهذا العهد أيها السيد الرب بارك كل الأخوة والأخوات اللي ما قدروا يأتون بسبب الأعياد أو بسبب المرض أو بسبب المشغوليات باركهم حبيبي بارك أخوتنا وأخواتنا المتابعين معانا الآن حول العالم باركة غير عادية على بناتك وأولادك وعلى الشبيبة باسم يسوع المسيح آمين